عايزة ارجع معاكي تاني وفاء انتي الطفان انتي بتحبي البطولات تكلمتيني في الطفان تكلمتك طبعا كنت عاملة دور عظيم كنت مكلمة غالية علي دور عظيم وفاجئتيني انا شخصيا بس انتي بتحبي الادوار الجامعية كمان اه الصعبة يعني مش بتدايقك مش بتدايقني لان في منتجين شاطرين بيعرفوا يختاروا الموضوعات ويعرفوا يختاروا النجوم الصحة يحطوهم فين يعني مثلا ريمو مقار لما كان اقتراح ان كلهم نجوم في روجينا في ناس كتير قوي كان في اعداد ونجوم مادم نادي رشاد طبعا برضو من ولاد التليفزيون المصري واللي حقق ونجحت هنا كتير مع مادم انعام محمد علي شبه ستات كتير بتضحك عليهم من مجد المصري اه مجد المصري النجم الكبير مجد المصري طبعا النجم احمد زاهر ما عملوش تاتر صحيح لكن عاملين عمل ضخم فانا لما حد يطلبني يقول لي ما عنديش تاتر تيجي تشتغلي معايا اقول له دور حلوة اجي اشتغلي لان كل الموجودين نجوم ما حدش قبل مين بعد انه قد في مشوارك مرة كده اقال له لا وفاق بقى دور بنت البلد حلوة عليها ما تطلعش برة كده حتى يما عملت الملك فاروق ماليسا حقولك رحتي انتي عاملة الملكة نازلي سكت كل الاصوات دي يعني كنت سعيدة انك قدرت تردي انا كنت فرحانة من قبلها انهم من الاول عاملين حملة زي وفاق عمر تعمل ده عشان كده اي حد حربك نجحي اعملي اللي مش متوقع ايه ايه اللي تعلمتي عشان تبقي الملكة نازلي لا حاجات كتير يعني الملكة مثلا انا كنت بجيب ناس عشان حتى رجعت لما بنتكلم دلوقتي فكرتيني لا الملكة مثلا انا ممكن كوافاء ممكن ارفع ايدي كده لكن الملكة ما ترفعش ايديها طبع الملكة تنادي ايه ايه تنادي فتبص فلايه بتبصله يجي لحد عندها الملكة او صاحبة المكان او الاتيكات يعني تبقى تبص بطريقة معينة ما ترفعش راسع فوق هي يعنيها بس اللي تطلع لكن ده انها ما تطلعش كده تعبك الدور ده تعبني لاني عاشته لان انا اعتى دافع عن الملكة نازلي كتير لان كنت حاسة بقى حساسها ومشعرها كنت في البيت ازاي صباح الخير بقى يا ماما شوية فول وكده وانتي ملكة مجستي اه مجستي انا لا يعني كانت الحالة مأثرة عليك اوه كانت مأثرة جدا ادوار كتير انا زلت رجلي انا انا حسيت ان ان الملكة نازلي دخلت دخلت علينا ترجمة نانسي قنقر